السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامدتي الأعزاء مرحبا بكم في هذه الحصة سنحاول أن نتمم كيفية الإجابة عن الأسئلة التي هي دائما عبر كل الانتحانات وخلال كل السنوات واختلاف المستويات متشابهة دائما سواء أولى إعداده تل باكالوريا كهذا من نفس المنهجي ونفس الطريقة قطعة نص من المصوص له علاقة بمجال من مجالات لكن محلي فهو عنده علاقة بمجالات أو الوحدات لقد يدودك ثلاثة اللولين قيم الإسلامية والقيم الوطنية والقيم الحضارية صافي ولكن الدورة الثانية كانت تخلو في القيمة عفوا كانت تخلو في الوحدة السكانية والوحدة الاقتصادية والاجتماعية والوحدة التقاثية والفنية إلى آخرين من المحنية أغلبية التلاميذ إما عنهم فرد ثاني إلا كانوا غير مطالبين بانتحانات إشهادية أما إلا كانوا مطالبين بانتحانات إشهادية سادس ابتدائي ثلثة إعدادة أولى باك باكالوريا أدبيين فنفس الطريقة كيعطيكم واحد النص كتناقشوه وكتحلوه وكيختلف من أدبي العلمي العلميين عندهم أجوبتهم دقيقة وموضوعية وجوز زائدوز كتسور بها بينما الأدبيين أسئلة ديالهم اختلفة يعني هو عنده تخصص أداب فيبدع في الكتابة ويبدع في الإجابة عنها ليثبت ذاته والمصحة أنه حينما اختار الأداب قد أحسن الاختيار حتى لا أطيل عليكم احنا كنا نعرف بأن النص كتحط كيقولك شنين وعية النص أول حاجة تيقولك يعني إما دع علامة في أحد الأخانات يعني نص سردي نص وسطي نص تفسيري أو حجاجي مهم حسنك تفهم ما معنى النص السردي وما معنى النص الوسطي وما معنى النص الحجاجي وقدر يقولك وش هو ديني وطني اجتماعي وقدر يقولك نوعية المقالة وش هي مقالة أدبية مقالة علمية مقالة تاريخية حسب المستويات وحسب نوعية السؤال 200 خستو يتدرب كيفاش يستخرج هاد الأشياء أو يتعامل مع هاد الأسئلة وفقها منهجية محددة نقش معكم كيفاش في الأول في واحد فيديو شورت يعني نوعية النص وسطي والوسطي والأحجاج نقش حتى بعض الأسئلة كيف تكون حتى الشرح بالمراضي وبالضط وكيف تكون حقول التلالية وكيف تكون الفكرة العامة والأفكار الرئيسية والقيمة والقيمة وكيف تكون معلقة كثيرة الأسئلة نيومة النقش قال لك استخرج من النص جملاً تدل على مجاله دائماً لقد تحدد المجال وش هو مجال القيم الإسلامية ولا القيم الحضارية ولا القيم الوطنية نتلا كان هو كثير على الوطن والوطنية والمواطنة والفداء والمقاومة والنضاء اللي أتعرف هو وطني دائماً هتشوفوا حد اللفظ مكتب فيه وطن أو هذا وطني ولا في الاستعمار وفي المقاومة في الحرية فيه السجن فيه الأخير كثير على الشي اللار بن عبد الله ولا الزرق طوني ولا سيشاهد سواء كان فلسطيني أو مصري أو مغربي أو ززائري أو ززائري لأن العرب منطقة الدول العربية عربت مقاومة شديدة من أجل الحرية المهم أن مني كيتحط النص كيستخرج نوعيته إلا شتي كيتحط على المجال الوطن والمواطنة والحرية أو وطني كيدي العلامة على وطني إلا كان كيهدر على الدين على خلفاء الراشدون الصحابة وللإسلام مظهوروا للدين إسلامي دين التساموا وللتكافور وللتضاموا شي حاجة كتعلق بالدين فهو ديني كان كيهدر على الحضارة على التراث على العداز على التقاليد شي حضارة غابرة مصرية أشورية بابيبية مغربية ثناقية مهم كيهدر على بعض الحضارة أنقلوها مجال دي هو مجال حضاري حتى بني كتحدد المجال وكتعرف شنو المجال كتسهل عليك الأسئلة باقي الأسئلة كيسهل عليك نوعية النص وكيسهل عليك حتى حدي وجرد من النص ألفات دلة على مجال دين ضروري عصي تقرأ النص مزيان وتشوف لاشك يهدر لاشك يتكلم وشنه الموضوع شنه القضية شنه المحور هادي حاجة ثانيا مثلا نقلوك استخرج عبارات أو ألفات دلة على المجال الجواب هنا يكون بضرورة معرفة معنى اللفظة يعني من كيستخرج اللفظة أو ألفات هادي كترشنا هي اللفظة شكي قصده بالألفاظ معنى العبارة استخرج العبارات اللفظة هي كلمة هي الكلمة في حين العبارة فهي المركب يعني من التي يقول لك خرج لي ألفاظ كتعطيه الجواب كلمة هادي كنكون كنصح هادي السؤال هو السؤال استخرج ألفاظ دالة على المجال هو كيعطيك جيش كلمات مترابطين على درس وهاك الموحدة ديك ره جملة وخمو كونا من كلمة ره جملة كشكوة عبارة جملة كلمة وحدها لفظة هاته اللفظة اللفظة معناها كلمة كتحط كلمات شو دفع عندك المجال الاقتصادي الوطني أو المجال الديني شخص تدير الإسلام ديني التسام عبارة الإسلام محطوط القرآن القرآن محطوط نستنتج من السنة النبوية تكسب السنة النبوية عرف الإسلام في بداية دهوري انتشارا هتقول الإسلامي يعني هاته اللفظة هي بكت على المجال الديني مهم ولكن العبارة العبارة هي المركب الوصفي أو العطفي حسنا عرفو مثلا مني برد مرس كي تحط واحد عنوان في النص القرائي وكيقولك ملاحظة العنوان تركيبيا ودلاليا يعني أشكي يعني دلاليا ماذا يعني ماذا ما المقصود منه ماذا دلالته معناه لكن تركيبيا هو ظاهرة التركيب يدي الوصفي ولا هو عطفي كنا عرف العطف أو أي أداث من أدوات العطف الأخرى ولا هو مركب إضافي يعني فيه المضاف المضاف إليه وحتل جمال القصيرة فعندما أحدد المجال حبدا فإني أبحث في النص عن ألفاظ وعبارات تدل على المجال الذي ينسمي إليه النص أو قدر يقرح لكم السؤال صنف الألفاظ والعبارات في حقول معجمية دلالية هذه السؤال كيتقرر يقرح لك صنف ألفاظ والعبارات في حقول معجمية دلالية شنو جواه هنا يتم بتفحص النص كتقرر النص مثل وإداج كتدرج ذكر الألفاظ والعبارات الخاصة بالحقول المطلوبة مثلا قال لك صنف الألفاظ والعبارات الدلالة في حقول معجمية دلالية كتقرر النص كتقى أنه يهيمن على النص حقلين دلاليين حقل العلم وحقل العقل يعني حقل العلم ستجرد لنا الألفاظ الدلال على العلم وفي حقل العقل ستجرد لنا ألفاظ دلال حقل العقل إذن الجواب كيف قلت لكم هنا يتم بتفحص النص تمعون تأمل الشديد في النص وإدراج أي ذكر الألفاظ والعبارات الخاصة بالحقول المطلوبة وغالبا ما يكون لها ارتباط بموضوع النص غالبا ما يكون لها ارتباط بموضوع النص هذه الحقول يعني هي تجسد تجسد يعني تظهر تبين لما جاء به موضوع النص هذه الحقول الحقول الدلالية واش كنت يهدر مثلا العلم والدين عندك حق العلم وحق على الدين وكنت يدر وهذه الحقول الدلالية تتوضح وتشرح لنا ما هو هي القضية أو الفكرة العامة التي يترحها النص الموضوع هذا من شيء نشوف المسألة أخرى هي أنه منك يطلب منك مثلا الإشارة إلى تسمى ما نحن باقي في اللفظة يطلب منك العبارات مش بح اللفظة أو الكلمة أو الجمل حسنا هات جملة قصيرة يعني الجملة شناية الجملة هي اللي تكون أكتر من كلمتين يعني ليس كلمة واحد كلمة كلمة أم إذا كان جوج أو ثلاثة أو أربعة فهي شملة حتى هي خصني مدرجة أنا نشي حسب السؤال مش هو قال لي أجرد من النص ألف الدال على مجال من تلطي أنا في الجمال ولا قال لي هو أعطينا جمال ما نقول أنا الكلمة ما عصني تخرج على السؤال نفهم فهم السؤال نصف الجواب مدرجة المحتملة ومثلا تقول لك استخرج من النص حجاجا مثلا النص حجاجي تفسيري كي تعمل على الأدلة والبراهين ما معنى نص حجاجي زي ما الحجة من الأدلة من الشواهد البراهين الموضوعية ومن الواقع إذن أنا يشغل دين دينها القران نص واش على القران نص ومن كي يريد استخرج حجاجا دالا على مجاله مثلا إذا كان تفسيري عن دينها حجاجا أدلة تفسيرية أما إذا كان سردي أمدا نجيب لي حجاج كي كتبية اللي بقى نذكر عن نص سردي أمدا نشوف كنت صغيرا أحب اللعبة كثيرا في الشارع يعني أعطي أمثلة تدل على السرد في الزمان في المكان في الشخصيات إلى آخره لكن أنا عندي واحد موضوع علمي موضوع كي ترى على واحد ظاهرة تحتاج مني أنني نطرح القضية ونطرح النقيد ديالها وبدأ نحلل وفي النهاية أنني هنقول ما من أنا الرأي ديالي يعني النص الحجاجي ما فيه كباقي النصوص الأخرى على كل الإجابة على هذا السؤال يتطلب منك أيها التلميذ العزيز متتبعي الكريم معرفة أن الحجاج هي الأدلة التي يتوسل بها ما معنى يتوسل بذلك الحجاج؟ هي التي تقودك إلى معرفة المحور القضية التي يناقشها ذلك الموضوع أو يتم بواسطتها الإقناع بشيء ما وقد تكون حججان تاريخية أو مأخوذة من التاريخ أو حججان منطقية يستسعرها المنطق يقبلها العقل والمنطق وقد تكون حججان دينية أي مصدر والقرآن أو الحديث أو حججان واقعية تمثل أدلة معيشية في الواقع إذن هذا الحجج قد يكون النص متضمنا أحدها إما يكون حجج ديني حسب الموضوع إما حججا دينية أو حججا علمية أو حججا منطقية أو حججا تاريخية إلى آخرين منتحة جبا تخرجها من النص كل هذه الحججة لاعتمد لها الذي كان يناقش تلك القضية إذن هذا النص المتضمن أحدها أو مضامنها أو كلها ما عليك عزيزي سوى قراءة النص قراءة جيدة والبحث في الحجج التي هي أدلة للإقناع بل مرة تقول لك كيكون النص عندك نص وصلي سردي وصلي كيكون استخرج أوساط الوسط هنا الإجابة عن هذا السؤال هتقرعوا الثاني كتستخرجها من النص ماشي من رأس كتستخرجها من النص يعني كنتكر الأوصاب حسب المطلوب واش طلبوا مني نوصف الشخصيات شير عجاله ولا شي حاجة في النص ولا طلبوا مني أنني استخرج أوصاب دي المكان أمكينها معالم تاريخية دائما أنا نبقى نبقى مع الموضوع ما نخرج شعلي مع السؤال ما نخرج شعلي نفهمه حسنين ماشي نعنجي نبقى نكسب هاي لقلك مثلا استخرج أحداثا حدث ما عارسي من أحداث هو ووقوع فعل شيء الحدث هو الفعل يعني حدث شي حاجة وقعد أنا قالوا لي يا استخرج من النص أحداثا وصنكن عندي النص سردي يعني كيحكي شي حدث معين شي قصة معين مليئة بالأحداث أنا أشرح الآن لكم هذا حدث أنا أحرك الحبرة قلم بيتيا وحدث قد أصمت قليلا حدث قد أقف وأدب لأشرب حدث الأحداث يا السلوكات يا الأفعال الشعلي وقعات ذاك المص اللي عندك ذاك القصة اللي حكاها لك ذاك السارد قال لك استخرج أحداثا من النص الجواب هنا ببساطة يعني بسيط السؤال نفسه يدل على أنه نص سردي دبا قال لك استخرج أحداثا وكانوا استقولوك وقال لك النص من أي نوع بما أنك حسنك تقرر لذي الأسئلة عادة بدأت جوب عادة تقرر الأسئلة لأنها بعض الأسئلة كتساعدك لأجوبات بعض الأسئلة الأخرى وكتربح للنقاط هنا قال لك استخرج أحداثا إذن بلا ما أمقن شاك هنطلع سؤال لولي قال لي نوعية النص مديري نص سردي لأن فين كيكون الأحداث وش كيكون في النص الحجاجي كيكون في النص السردي لأن النص السردي هو اللي فيه الحداث وفيه الشخصيات وفيه الأمكانة وفيه الأزمنة وفيه العقدة وفيه الحل إذن هنا يستخرج من النص أحداثا إذن هو النص سردي يتضمن أحداث فما عليك سواء تذكر بعضها بحسب المطلوب يعني وش كيقول لك حدثين أو ثلاثة أو حدث واحد مهم بعد المرات كيقول لك استخرج من النص أماكن فين واقع هذه القصة وفي دار البطاق مراكوش سنلندا فرنسا بلجيكا هولندا الصحراء المغربية فين واقع لنا هذه الحادثة أماكن وش علمي كل حدث وقع في داركم ولكي وش وقع في غرفة النوم ولا واقع في الصالون ولا واقع في الساعة ولا واقع في البهو كونش أمكنا الجواب هنا يكون بجرد الأماكن يعني ممكن يقول لي يستخرج من النص الأماكن أنا غير جرد جميع معنى جرد يعني كنخرج الأماكن المذكورة في النص بحسب العدد المطلوب في السؤال يقول يستخرج من النص أزمنا أزمنا أي الزمان إمتى وقعت هذه القصة إمتى وقعت الساعة يعني يعني عشنا والزامن يقدر ذلك النص في ساعة تاسعة صباحا مساء ولا ليلا ولا نهارا يقدر يكون شهر يقدر يكون سنة يقدر يكون خريفا يقدر يكون ربيعا يعني أنا نعرف نعرف إذن إلى هنا أترك حتى لا أطلع عليكم لأتمم لكم في الحصة القادمة كيفية الإجابة على أسئلة الانتحان وفقكم الله جميعا ما أنني أقدم لكم فائق فائق الاحترام والتقدير لإخلاصكم ووفائكم لقناتكم يا قناتكم أنتم بالدرجة الأولى أنتم الذين هيتم وبتعاليقكم بمشاركتكم الفعالة وفقكم الله جميعا وإلى اللقاء